على كل مدى مجز لهم الأخبار مع منا شكرا ليك شازلي أتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد البيان الختامي للقمة ثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين وأشهد رئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمهما الكامل لجهوز الرئيس الفلسطيني محمود عباث في هذا الضرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة أشهد رئيس عبد الفتاح السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومواد ومصير مشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبي وصرح المتحدث الرئاسة بأن العاهل الأردني أعرب عن ترحيب بلاده بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة مشيدا بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضابن العربي انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرا إلى أنه يستخدم الطاقة لمحاولة معاقبة الدول التي تدعم أوكرانيا ومؤكدا في الوقت نفسه أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تستمر لبعض الوقت جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بلينكين ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي حيث تطرق إلى التطورات في أوكرانيا وأضف بلينكين أن هناك التزاما من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما للتأكد من أن الأوكرانيين لديهم ما يحتلون إليه قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده ستقدم أسلحة تقيلة لأوكرانيا مضيفا أن لندن والولايات المتحدة مستمرتان في تقديم الدعف لكييف وشدد كليفرلي على أنه سيتم العمل على عزل روسيا أكثر من أي وقت مضى وتقديم المزيد من الدعم العسكري للقوات الأوكرانية واصفا العملية العسكرية الروسية بأنها عضوان على أوكرانيا وأكبر خرق للقوانين الدولية قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني ديمترو لوبينيتس الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى وقالت موسكالكوفا أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية مضيفة أنها تعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا أعلن المستشار الألماني أولاف شولس أن بلاده لن تدخل في حالة ركود عام 2023 رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة التقع وأوضح المستشار الألماني أن لديه قناعات بأن هذا لن يحدث موضحا أن بلاده قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة للغاية دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مئات المتظاهرين القادمين من المقطعات للعاصمة ليما اليوم للمطالبة باستقالتها للاحتجاج بسلمية وهدوء وخلال كلمة ألقتها في المحكمة الدستورية قالت بولوارتي أنها تعلم أن المتظاهرين يريدون الذهاب إلى ليما بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي موضحة أنهم يمكنهم المجيء إلى ليما ولكن بسلمية وهدوء نهاية مجزء الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرة صباح خيريا مصر بعد الفاصل